متعلقة بـ مش هسميها تحديات أمام الحكومة ولكن بعض من مستهدفات الحكومة ويمكن يكون من أبرزها لأن أنا لم كنت من شوية بتكلم معاك في إيه بقولك الحكومة لازم هتبزل جهد كبير جدا 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 في القدرة على تشجيع المستثمر المحلي وجذب المستثمر الأجنبي وبالتالي توسيع الشراكة ما بين الدولة أو بالأدق توسيع وجود وتواجد القطاع الخاص جوى مصر ده ملف شديد الأهمية لأن قدرة القطاع الخاص على الاستثمار وقدرة القطاع الخاص على خلق وفرص عمل ووظيف دي قدرة تبقى أكثر اتساعا وأكثر مرونة خلينا نشوف دكتور مصطفى مدبولي قلق تحديدا في النقطة دي ده إحنا بندير سالة زي ما كان راسل حكمة الحقيقة مشروع يعني مع شريك يعني من شركائنا الاستراتيجيين طبعا أشققنا في دولة الإمارات وبالتالي اعتبر استثمار أجنبي مباشر النهاردة الدولة أيضا بتعلن على ثقتها الشديدة في المستثمرين المحليين واقطع الاستثمار المحلي وبتعلن من خلال هذا المشروع عن ثقتها التامة في أن هم أيضا قادرين على تنفيذ مشروع على أعلى مستوى عالمي من حيث التخطيط اللي شاركت فيه كل المكاتب عالمية على أعلى مستوى في عملية التخطيط والتصميم الشركات المقاولات المصرية اللي حتنفذ هذا المشروع وأيضا المستوى الجودة اللي حيخرج به وبالتالي مرة أخرى احنا بنؤكد أن احنا كدولة منفتحين تماما على جذب الاستثمارات سواء محلية أو أجنبية لأن كل ده حيساهم في زيادة إن شاء الله نمو الاقتصاد المصري زيادة زي ما قلنا فرص العمل تخليق يعني عوائد مستدامة للدولة من خلال الشراكة مع القطاع الخاص وبالتالي احنا فعلا بنعظم من أصول الدولة اللي موجودة وده الكل كان في إطار وسيقة سياسة ملكية الدولة اللي أعلنتها الدولة والحمد لله النهاردة أكيد حضركم متابعين مدى جديتنا في تنفيذها سواء من خلال طرح أصول كانت موجودة في شركات أو الاستفادة من الأصول السابتة اللي كانت الدولة تملكها واللي كان كل الخبراء بيقولوا يعني رية الدولة تستفيد بينها بأعظم استفادة وتشارك القطاع الخاص فيها وأعتقد النماذج اللي احنا الحمد لله النهاردة يعني تعقدنا عليها ونفذناها بهذا المشروع وقبل كده في رأس الحكمة ومشروعات أخرى كثيرة بنسبة مدى جدية الحكومة والدولة المصرية في تنفيذ هذا الموضوع